وينضم إلينا من بغداد مشاهدين كرام النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد جاسم محمد جعفر سيد جعفر مرحبا بك في نشنتنا لهذا اليوم هل لك أن تطلعنا على الأوضاع أنت من أهل كاركوك سيد جعفر هل لك أن تطلعنا على الأوضاع هناك يعني مجلس الأمن الوطني قال أن هناك الآلاف من عناصر البككة دخلوا إلى كاركوك وقبل وجودك معنا كان معنا ضيف عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي سيد فرحان جوهر نفى ذلك ما معلوماتك سيدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكي والمشاهدين الكرام نعم مرة أخرى يعني يقوم الأخوة في الأقليم بتصعيد جديد عندما يرفضون العودة من الاستفتاء إلى التفاوض مع الدولة العراقية وهذا تصعيد يضاف للتصعيد الذي تبين في اليومين الأخيرين بنزول قوات من بككة إلى شوارع كاركوك بأعلام وشخصها بشكل واضح إضافة إلى نزول السيد المحافظة المقال مرة أخرى للحذ ومعه قوات كبيرة لتهديد المناطق التركمانية والعربية في كاركوك نعم هناك تصعيد وأنا أتصور لا بد للأخوة أن يعود إلى عقل وإلى المنطق كما أكدت عليه المرجعية الدينية حول ترك الاستفتاء والدخول بالتفاوض مع العراق بالالتزام للاستفتاء وطلب التفاوض من الطبيعي مرفوض عراقيا وحكوميا بأن الحكومة العراقية والسيد الرئيس الوزراء يؤكد بعد أن ترفض وطبط الاستفتاء يمكن الذهاب إلى تفاوض وجود حلول أما بالبقاءة والإستفتاء سيد جعفر عذرا لمقاطعتك لكن مجلس الأمن الوطني اعتبر ما حصل في كاركوك اليوم من دخول لهؤلاء العناصر إعلان حرب والمهلة ستنتهي هنا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت بغداد هل نحن مقبلون فعلا إلى حرب نعم للحكومة صبر وأتصور بدأ صبر الحكومة تنتهي يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة والطرف المقابل بدأ التصعيد ولم يكن يوما بدأوا بالتفاوض أو التهدية وبالتالي تصور الحكومة ستلجأ إلى إبراس قوته بأي شكل من الشكال لطرد عناصر بككيكي أو من يروج القوة ويروج التصعيد والاحتقال ما هي قراءتك هنا سيد جعفر لمقررات اجتماع دكان الذي حصل في السليمانية هل ستسهم هذه المقررات في حال حالة الأزمة بين الحكومة والأقليم أم نحن مقبلون إلى تصعيد أكثر لأنه كان للسيد رئيس الجمهورية مشروع التهدية وهذه المشروع تبدأ بإنهاء الاستفتاء أو تعجيله أو بأي شكل من الشكال أن ترسل رسالة من الأقليم بأننا جاهزون على إبعاد الاستفتاء والذهاب للتفاوض أما التأكيد على الاستفتاء معناه تصعيد جديد وأنا أتصور الحكومة لان بدأت بصراحة تفكر جديا عندما اتخذت هذه الليلة اجتماعا مع مجلس الوزراء للأمن الوطني وقرارات الصارمة واضح بأن هناك شيء على الأرض سيحدث غدا أو بعد غد طيب البعض هنا كان يعول على الانقسام داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وبالتالي إضعاف موقف إقليم كردستان لحل الأزمة إلا أن هذا الشيء لم يحصل ما الذي جرى برأيك كي يوحد الصف الكردي مرة أخرى؟ أنا أتصور الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ يلعب بصراحة لعبة ماكرة يظهر في جانب بأنه ضد الاستفتاء ومع العراق المواحد ومرة أخرى يظهر مع الاستفتاء ومع السيد مسعود الفرزاني وهذه اللعبة الاثنينية الذي يقوم بها الأخوة في الاتحاد الوطني بصراحة سوف يؤدي إلى حالة من التصعيد أو يؤدي إلى حالة من الاحتقال ويؤدي إلى عدم مصداقية سواء كان الرئيس الجمهورية أو من هو في هذا الخط الذي يحاول التهديه أتصور المصداقية للاتحاد الوطني الكردستاني قد انتهت بهذه الليلة الذي بدأ ببيان مشترك مع السيد مسعود الفرزاني نعم كنت معنا من بغداد النائب عن اتلاف دولة القانون السيد جاسم محمد جعفر شكرا جزيلا لك